على هامش مؤتمر دافوس الاقتصادي للعام الحالي من المتوقع أن يلتقي الرئيس برهم صالح نظيره الأميركي دونالد ترامب في لقاء قد يتناول قرار بغداد ما بعد التصويت على إخراج القوات الأميركية وترتيب أوراق التفاهم مع واشنطن بشأن القرار وتابعته وإمكانية ونواحي تطبيقه وتأثير ذلك على نوع وطبيعة العلاقة بين العراق والولايات المتحدة وما للقرار من أبعاد اقتصادية قد تحمل حصارا أو تضيقا على الاقتصاد العراقي إذا ما أغضب الاستغناء عن الجانب الأميركي واشنطن فعلا ورأت فيه إفراغا لساحة العراق من الأميركيين لصالح إيران على اعتبار أن القرار نجم بعد ضربة أميركية أطاحت بسليماني والمهندس وما جاء بعدها من ردود فعل أميركية لوحت بعقوبات أو حصار يوازي أو قد يفوق ذاك المفروض على طهران كما أن الاستراتيجية الأميركية في الشرق الأوسط الرؤية فيها أن العراق جزء لا يتجزأ منها وبحكم القرار فإنه يعني بشكل أو بآخر تحطيم تلك الاستراتيجية أو تعطيلها وهو ما لا تغفره واشنطن في حين أن التلويح بعقوبات قد تطال شخصيات سياسية وبرلمانية وأمنية بارزة شاركت في التظاهرات أمام السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء كالعامري والفياض وأخرون قادة في الحجد الشعبي كالخزعلي كل هذه قد تكون حاضرة على مائدة النقاش العراقية الأميركية في حين أن التأثيرات السياسية والتجاذبات والتظاهرات أيضا يمكن أن تجد لها مساحة في النقاش بحكم أن واشنطن وبغداد حليفتان كما لطهران وبغداد الأمر ذاته